موسيقى مساء الخير متابعين الكرام جمعا مبارك عليكم جميعا معكم شادي عبدو مع فيديو تحليلي جديد نهاردا ان شاء الله نلقي نظرة سريعة لتحركات الأسواق بعد أسبوع كان يعتبر في بعض البيانات الغريبة شوية اللي حركت الدولار للأسفل كانت سلبية كانت على غير المتوقع وكان قصاد كده حصل في صعود في اليورو في أغلب العملات مقابل الدولار الأمريكي في حين ان الدهب كان بينزل ودي حاجة كانت غريبة شوية ولكن تفسيرها كان في عائد السندات هو السبب في انخفاض الدهب نلقي نظرة سريعة لتحركات أزواج العملات هنبدأ وكالعدم على اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الفاصل الزمني اليومي طبعا قلنا في تحليلاتنا اليومية اللي احنا بنشرها تقريبا بشكل يومي او حسب الحاجة ان مستوى الواحد فاصل صفر اربعة تسعين ده كان دعم قوي توقعنا منه صعود سعري بعد الهبوط اللي كان اسفل الواحد فاصل صفر ستة بالفعل ده حصل من مبارح للنهاردة الزوج تقريبا يعني بيقترب من المستهدف بتاعه فهنا انا شايف مزيد من الصعود لليورو مقابل الدولار طالما اعلى الواحد فاصل صفر اربعة تسعين مزيد من الصعود الى واحد فاصل صفر ستة اه تلاتين تقريبا كمستهدف اول وخلاص على وشك يعني اه نبص برضو على الدولار مقابل الليرا التركية يعني مع الرفع الاخير للفايدة اه حصل في انهيار بسيط لل يعني خلاني نقول انخفاض بسيط للليورو مقابل الدولار امريكا ارتفعت الى سبعة الدولار ارتفع الى سبعة اه وعشرين فاصل اتنين واربعين ده مع الرفع اللي هو كان من سبعتاشر اه كان حوالي نتكلم في حوالي يعني رقم كبير جدا من الفايدة الى ارتفع هنا فعلى اساسه ان الليرا يعني اكتسبت قوة اكتسبت زخم من المنطقة دي ولكن يعني الامور رجعت تاني اه ضد الليرا التركية وبدأ الزوج في الارتفاع مرة اخرى الدولار في الارتفاع مرة اخرى امام الليرا التركية فاعتقد الى مزيد من الهبوط اه الليرا التركية امام الدولار امريكي ممكن نشوف مساعدة التمانية وعشرين قريبا اه ازا طبعا استمر التداول اعلى مستوى الخمسة وعشرين اه وطبعا الكلام ده يازم يكون مقترم بان الاحوال الاقتصادية تفضل انا ما بقولش الاحوال الاقتصادية هناك اه سيئة لكن بقول انها في حالة كبيرة على الاحوال الاقتصادية هناك ضباب على الموضوع فده في حد ذاته شيء سلبي على الرغم من الاصلاحات او المحاولات اللي هما بيحاولوا اه يعملوها سواء اه محافظة البنك المركزي او وزير المالية ولكن برضو اه ده تمن خفض الفايدة للوقتي لازم ان هما يحاولوا يعالجوا الامور بانهم يرفعوا وياخدوا خطوات تشددية عشان يقدروا يحافظوا على الموقف او يعني على الاقل يحافظوا على قيمة اللي هي راكتر من كده طيب كان عندنا برضو فرصة الدولار مقابل فرانك تمام اه المنطقة اللي هي سفر فاصل اتنين وتسعين اربعة وعشرين قلنا ان هو لو اخترقها هيكمل صعود وقلنا ان هو طول ما هو اقعلي صفر فاصل واحد وتسعين خمسية تمانية اربعين هيكمل صعود تاني لاتنين وتسعين اربعة وعشرين ولكن اخترق الواحد وتسعين خمسين ونزل فعالارجح هيكمل هبوط الى الصفر فاصل تسعين اه يعني تقريبا تاتة وسبعين اللي هي المنطقة الصابقة ديات اللي كسرها هنا. اه حاجة مهمة تانية الاسترليني برضو الاسترليني يعني اه بعد كسر الثلاثة وعشرين. مفترض ان هو نزل النزول قوي وكنا كلمنا عن كده برضو في التحليلات بتاعتنا. بيختبر تاني الواحد فاصل ثلاثة وعشرين. شايف ان هو اه على الارجح يعني ممكن ان هو يعني ينزل من هذا المستوى. تاني. يرتطم ثم يحصل فيه هبوط الى مستوى الواحد فاصل واحد وعشرين. والواحد فاصل عشرين ستين كمستهدفات اه اولية ام الزوج طالما استمرت تداول اسفل ثلاثة وعشرين. لو كسر ثلاثة وعشرين فيه كلام تاني وقتها. اه يعني بس كده دي اهم الفرص اللي موجودة برضو هنلقي اخر حاجة اه نظرة سريعة على الدهب. الدهب احنا مسكناه من فوق طبعا اللي متابع معنا التحليلات بتاعتنا هيعرف الكلام ده كويس. اه قلنا تحت التسعة وعشرين هبوط حصل. تحت التسعة وعشرين هبوط حصل. للالف وتسعمية. اه تحت الالف وتسعمية للخمسة وتمانين حصل. تحت الخمسة وتمانين قلنا يوصل ليه? السبعة وخمسين. اخذ بالك من رقم ده. انا كنت محدد لما قلته. سبعة وخمسين ستة وخمسين. ليه? المنطقة دي بصوا كده يا جماعة. دي دعم سابق. اه يعني هو من غير الحكمة ان انا لما شوف دعم سابق اقول ان زوج هيوصله بالملي. لا. ده ما بيحصلش. ممكن يحصل لو تحصل في تسارع في الامور. انما مع الهبوط القوي ده لازم اعمل حساب ان الارتداد ممكن يكون اه في وقت سابق. ممكن يكون مسلا اه يعني قبل ما يوصل للمستوى ده اصل. فايزا لازم اعمل حسابي واجن ربح قبل المستوى ده. فاحنا شايفين مسلا مستوى الالف وتمنمية ستة وخمسين. ما ولا يقول الالف وتمنمية وخمسين. لا. انا اقول ايه? سبعة وخمسين ستة وخمسين يبقى في الرينجر ايه كده. يبقى في الرينجر ايه كده. لان اصلا المستوى احنا لو رفعنا سنة جينا على المستوى بالزبط اهو. دي حتة كده ايه? يعني السر صغير كده تكنيكال صغير كده يبقى حاجة تعلمية برضو. نتكلم في السبعة وخمسين او التعانية وخمسين. انا. لأ بتاع الدهب. طيب ايه اللي احنا متوقعينه للدهب? المتوقعينه للدهب هيظهر لسباع القادم اكتر. تمام? ولكن هو داخل هو داخل قناة سعرية هبطة. تمام? يعني اه داخل قناة سعرية هبطة اهو. بص. شايف الوضع عم ازاي? فعل ارجح ان هو ممكن يكمل شوية للالف وتمنمية وعشرين واحد وعشرين كده وبعدها يرجع يطلع تاني. تمام? اخر دعم قوة قدامه الالف وتمنمية وخمسة. وبعدها المفترض فنيا فنيا يبدأ ان هو يطلع. بس الفني ما بيحركش السوق. الفني ما بيحركش السوق. الفني بيقول ايه اللي حصل? خلاص. وبناء على ايه اللي حصل? بربطه بوضع السوق دلوقتي. فين السعر دلوقتي? وبقول ممكن يحصل ايه في المستوي. لكن بطبيعة الحالة ده بيتحرك على اساس او اللي هي اللي هي المحركات الاساسية يعني. فازن دي نقطة مهمة لازم تضعها برضو في اعتبارك. فعشان كده لازم يكون في اوبديت اول باول. تمام? لو في جديد ان شاء الله هبلغكم نعمل فيديو في اه شرح للكلام ده. وبس كده جمعة مباركة عليكم. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم من الفيديو. شكرا لكم على متابعة. السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته.